السيدات والسيدة مساء الخير المصريون القدماء عزفوا الموسيقى قبل سبعة آلاف عام وعلى المعابد رسموا الفرق الموسيقية والعازفين كتبوا الأغاني والأناشيد وما زالت آلاتهم الموسيقية التي اخترعوها موجودة في موسيقانا حتى اليوم ومنها الدفوف والطبول والناي والهرب وغيرها وعلى مدى تاريخهم غنى المصريون وعازفوا في الأعياد ومواسم الحصاد وكانت الموسيقى جزءا من حياتهم ومن عباداتهم وجيل بعد جيل ظلت أرض طيبة تنجب الموهبين والعبقرة في عالم الموسيقى ملحنون وعازفون ملأوا حياتنا بإبداعاتهم الجميلة من هؤلاء ضيفتنا اليوم موسيقية موهوبة وأستاذة أكاديمية وعازفة رائدة لها مدرستها وتلاميذها من العازفين المهرة على أشهر آلة موسيقية مصرية يعرفها العالم في حديثنا اليوم نسألها عن موسيقانا المصرية ماذا حدث لها؟ كيف نحميها؟ كيف نحافظ على آلاتها التاريخية لتصبح جزءا أصيلا من موسيقانا الحديثة؟ لقد شاهدنا في احتفال موكب الموميوات كيف لمست أنشودة إزيس مشاعر ملايين المصريين واليوم في حديثنا من مصر نسأل كيف يتواصل مجد الماضي بالحاضر؟ وكيف تصل إبداعات الموسيقيين الكبار إلى كل مكان في مصر؟ حول الموسيقى المصرية وروادها من العازفين الموهبين حديث جديد من مصر أهلا بكم موسيقى